السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب اخباركم يا ربي دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن الجديد في آآ نسخة فوتوشوب آآ اربعة وعشرين وخمسة من عشرة. طبعا لسنة الفين تلاتة وعشرين. ايه الجديد فيها اللي تم اضافته بشكل قوي. طبعا الاضافات اللي بتتم كلها بتبقى لها علاقة بالزكاة الاصطناعية. هنشوف النهاردة اضافات قوية جدا. اضافات يعني ما كناش نتوقع ان الاضافات دي ممكن في يوم الايام تبقى موجودة في الفوتوشوب. ما كناش نتوقع ان الزكاة الاصطناعية يوصل لهذا الحد. طبعا اه الاضافات ديت شركة الفوتوشوب لسه شغالة على انها تعمل اضافات اقوى منها بكتير. وفي اضافات بالفعل اقوى بكتير لكنها آآ لازالت آآ اون لاين وعشان تقدر ان انت تستخدمها محتاج ان انت تكون مشتري البرنامج ولكنها في وقت من الاوقات قريبا جدا هتنزل ان شاء الله في آآ نسخة الفوتوشوب اللي جاي. آآ عشان نقدر نشوف الاضافات ديت ونعرف ايه الجديد في اربعة وعشرين وخمسة من عشرة تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لكم مرة تانية يا شباب عشان خاطر آآ نبدأ نتكلم عن الاضافات القوية جدا اللي تم اضافتها الفين تلاتة وعشرين النسخة او الفرجن اربعة وعشرين ونص. هنبدأ نفتح مع بعض كده الفوتوشوب ونبدأ نشوف آآ ازاي ان احنا نقدر نطبق الاضافات دي. ركز معايا كده في طبعا ده شكل الفرجن اربعة وعشرين وخمسة من عشرة عشان طبعا كل وبيبقى له صورة كده في الانترو بتاعته. فده آآ طبعا النسخة اربعة وعشرين وخمسة من عشرة. بعد ما هتفتح معنا النسخة بالشكل ده كده. هنبدأ آآ نختار صورة من الصور ونطبق عليها الاضافات اللي آآ بنتكلم آآ عليها. ركز معايا كده خلينا مسلا مسلا على سبيل المثال ناخد صورة زي الصورة دي كده. صورة دي عبارة انها حديقة زي ما احنا شايفين كده وفيها ناس كبار سن. وعايزين نشوف اول اضافة آآ اضافتها آآ شركة ادوبيا علشان خاطر آآ تقدر تعمل بها لآآ اي شخص من الاشخاص او لاي شيء موجود في الصورة. ويتم معالجة آآ الجزء بتاعها كمان بشكل آآ يعني في زكاة استناعية بحيث انت متحسش ان الشخص ده كان موجود او ان كان فيه شيء موجود في المكان ده. ركز معايا كده. هننزل كده مع بعض القيمة دي. ولو ضغطنا عليها كده هنلاقي فيها اضافة قوية جدا اسمها طبعا كان فيه اضافة قبلها اللي هي دي قديمة موجودة لكن عندنا دلوقتي اضافة قوية جدا اسمها طيب بعد ما بختارها كده بختار الحجم آآ الخاص بالسيركل او الدايرة بتاعتها اللي انا هعمل بيها آآ يعني تظليل على الجزء اللي انا عايز اشيله. وركز معايا بقى كده. انا هعمل آآ يعني زون كده على الزوج والزوجة دول. وبص معايا كده لو انا حبيت ان انا آآ يعني اخفيهم او اشيلهم يعني باستخدام القايمة اللي قلنا عليها اللي هي آآ ريموف طولز اللي هي ريموف طولز اللي هي القايمة دي. تعال كده بص معايا. بختار اي حاجة المهم ان انا احددهم. الشرط ان انا احددهم بالزبط. تعال بس كمان على الظل بتاعهم حاول ان انت تخفيه. وتعال كده. حددهم. واسابها كده بس الوحدة. هتلاحز ايه? هتلاحز انه خلاص ما بقوش موجودين. لو هنا احزب اي حاجة هنا شكلها غريب. امشي عليها تاني كده وهيعالجها لك. تعال كده هنعمل زوم كده. بصوا بالشكل ده كده. ولك انهم كانوا موجودين خالص في الصورة اساسا هنا. طبعا انا لما بختار القايمة ديت. بختار الاضافة دي. ابص هنا اول حاجة هنا بيديني. هنا آآ لما نقف عليها كده دي اللي هي اسمها اللي هي آآ ان انا قدني ضاغط. وانا بعمل يعني اثناء ما انا بعمل بدني ضاغط. آآ على طبعا آآ زرار ماوس او زر الماوس. وهنا آآ وهنا لو انت شلتها من هنا بعد ما تعمل اختيارك تقدر تعمل هنا اعلامة الصحة عشان يطبق. يعني لو انا شلتها هنا هو مش هيطبق مباشرة. يعني خلينا مسلا نروح للراجل ده كده والشخص اللي وراه. بالشكل ده كده. خلاص هو كده كأنك عملت آآ على عليهم او آآ عملت عليهم وخلاص هو مش هيطبق حاجة حتى الان يعني. طيب انت كده خلاص اخترت تمام 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 آآ تروح دايس على علامة او علامة الصح دي كده يبدأ ان هو يطبق شلهم خالص زي ما انت شايف وكأنهم مش موجودين في الصورة آآ من اصل يعني وكمل الصورة بشكل عادي جدا. طيب خلينا نطبق على آآ صورة تانية خلاص كده دي صورة آآ يعني ورنالكم الاضافة فيها ممكن تعمل ايه خلاص نروح لصورة تانية كده. مسلا زي الصورة دي كده. الصورة دي كده برضو زي ما احنا شايفين ان احنا في زي طريق كده او بنسميه جسري يعني معمول من الاخشاب موجود في وسط حديقة يعني. طيب آآ تعال كده آآ نحاول ان احنا نخفي آآ الاخشاب دي او الاعمدة دي. الاعمدة دي تعال كده ان احنا نمشي عليها كده. ونشوف هيحصل ايه. ونطبق نقول له كده خلاص. اوكي. زي ما انت شايف كده تشالها بشكل طبيعي جدا. انت تقدر ان لو في جزء مش متشال خلاص تقدر ان انت تطبق عليه وهكسب كأنه ما كانش موجود خلص. خليها نعمل آآ نعلم هنا كده عشان يآ ان هو يطبق مباشرة. انت على هنا كده برضو نفس الكلام. هتلاحز انه حتى بعد ما شالها ان هو اضافة هنا آآ جزء مشابه جدا لشكل النجيلة اللي موجودة بشكل طبيعي جدا. تعال كده للكوخ اللي هناك ده. نحاول ان احنا نشيله كده بالشادو بتاعه او الظل بتاعه كده. زي ما انت شايف كده. شاله كأنه ما كانش موجود خالص. نحاول كده في الجزء اللي هناك ده كده في زي مبنى هناك كده. نحاول نشيله. شاله. والصورة بقت طبيعية جدا. ما فيهاش اي مشاكل زي ما انت شايف. اضافة قوية جدا جدا. تعال نطبق على حاجة كمان. مسلا صورة زي دي كده. شخص واقف في منتصف الطريق ورافع ايده بالشكل ده كده. تعال نحاول نطبق عليه نفس الكلام ونشوف ايه اللي هيتم. ممتاز جدا شاله. والطريق كمل وكأن ما فيش اي حاجة كأن ما كانش موجود وكأن الطريق كان فاضي تماما. دي اضافة رهيبة جدا 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 جدا. طيب. بقى الاضافات اللي موجودة عندي اللي انا اقدر ان انا برضو استخدمها. خلينا نرجع تاني كده للصورة دي. وتعالى نروح اللي هو خلينا نختار الشخص ده بالشكل ده كده. انا اختاره كده من خارج. وبعدين اه اضغط كده عليه. هلاقي في عندي اه كونتنت اوارد فيل. كونتنت اوار فيل او او اوارد فيل. لما هاضغط عليها بالشكل ده كده هيبدأ ان هو اه يبدأ انه يجيب لي الصورة بشكلين زي ما احنا شايفين كده. طيب. هنا مديني اه انه اه نسبة هنا تلاتة وخمسين في المية لو انا ده اللي هي نسبة الزوم بتاعنا. مدها لان هي تلاتة وخمسين في المية. خليني اضغط هنا كده انا كده زومت على الجزء اللي انا اه اشرت عليه. خليني اضغط كده واقول له ابلاي واشوف ايه اللي هيتم في الصورة. لو لاحظنا ان خلاص ما فيش اي شيء تم اه حتى الان. لكن تعالى بقى اه 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 يعني نختار كلمة اوتو. نختار اوتو بالشكل ده كده. طبعا اه اوتو لازم اكون عامل الاختيار زي ما انتم شايفين كده. واضغط كلمة اوتو. لما اضغط كلمة اوتو كده هتلاحز ايه اللي تم. اللي تم ان هو شال الشخص وحاول ان هو يكمل الصورة بشكل طبيعي. يعني خلاص. ولكن يعني اه هي اضافة بتعمل شيء مشابه اللي احنا عملنا قبل كده اللي هو الريموف طولز. ولكن انا شاف ان الريموف طولز اه اه نتيجتها اه افضل شوية او اقوى شوية. طيب خلينا كده آآ نرجع تاني ونعمل حاجة تانية. يعني نخرج كده من الاضافة دي دلوقتي. ونروح لحاجة تانية. هنعمل آآ كده. زي ما انا مختارها كده خليني اضغط برضو رايت ماوس كليك. بس هعمل دليت اند فيل سليكشن. دليت اند فيل سليكشن. دليت اند فيل سليكشن بيعمل الخطوة من اول مرة ما بيعمل ليش بقى خلاص. بيشيل الجزء ويحاول ان هو يملى مكانه زي ما احنا شايفين كده. هو حاول يملى مكانه بطريقته لكن يعني آآ ممكن تكون الاضافة او طريقة الملء اللي هو عملها. ممكن ما تعجبكش فتبدأ ان انت تعدل عليها بصورة او بخر. لكن حتى الان هنشايف ان الاضافة الاولانية آآ اوقع وبتدي ناتج افضل. طيب. خلينا نشوف في ايه تاني تم اضافته طبعا الاضافة الاخيرة دي اللي هي الخاصة بتنجح في حاجات كتيرة تانية. يعني تقدر ان انت تجربها على حاجات تانية وهتنجح معك وهتبقى رائع يعني. انت بتستخدم الاضافة اللي تحس ان هي تديك الجودة يعني. يعني تشوف انت قني فيهم ممكن تديك جودة بشكل اعلى او تكمل لك الصورة بشكل ايه افضل. طيب. عندنا كمان اضافة تانية. نقدر ان احنا آآ نرجع لها كده. لما نضغط كنترول دي كده ونشيل السيليكشن. هتلاقي انا اول ما اخترت الصورة او فتحت الصورة هتلاقي هنا فيه كده آآ زي آآ اللي هي الشريط ده كده. الشريط ده فيه اضافتين جدايات برضو فيه النسخة اربعة واشيين من النص اللي هي آآ سليكت اوبجيكت وريموف باكجراوند. هو اوتوماتيك لما انا اقول له سليكت اوبجيكت. لاحز كده المفروض ان هو يختار للشخص. زي ما احنا شايفينه كده اختار الشخص بشكل آآ مظبوط. وبالتالي بعد ما اختاره ميديك آآ حاجات كتيرة تقدر انت اتعدل بيها على الشخص ده. من ضمنها ان انت تعمل ماسك بالشكل ده كده. فيقوم يفضل لك الشخص لوحده ويشيل كل اللي حوالي. او انك انت تقدر ان انت تختار خلاص. لو اكريت زا وتعدل على الجزء اللي انت مختاره ده لوحده. يعني تقدر ان انت تعمل عليه اضافات وتعديلات زي ما انت عاوز على الجزء ده بشارة ان انت آآ تقدر ان انت تعزله لوحده في خلاص. طبعا هنا كده احنا مش عزله فعشان كده التعديلات كانت على الكل. لكن لو انت عزلته لوحده تقدر ان انت آآ تعمل عليه تعديلات زي ما انت عاوز او زي ما انت حابي بها. فدي برضو آآ طريقة من الطرق او الاضافات الجديدة اللي موجودة. نفس الكلام انا لما جيت فتحت الصورة كده اقدر ان انا اعمل هو هيفهم فهعمل كده فيبقى في خطوة واحدة بيسيب لي الشخص خلاص وبيخفي لي ودي يقدر ان هو يطبقها تطبقها على اي آآ صورة آآ فيها اشخاص وفيها آآ تقدر ان انت تاخد الاشخاص دي من من وسط بصورة او باخرى يعني الطريقة اللي تعجبك تقدر ان انت استخدمها سواء ان انت هتختار نفسه تقدر يعني ما تعددش في الصورة تختار وتعمل لقابي وخلاص وتنقله في اي صورة تانية انت عايز تستخدمه فيه او ان انت عايز تخلي الصورة دي آآ للشخص الواحد وبدون وتحفظها لوحدها عندك او تعملها او تعمل لها يبقى عندك عشان خاطر تقدر تعزله في اي وقت فتقدر تعمل وتقدر ان انت تضيف تخليها باللون الاخدر وبعدين تدمج اللي يرزمها بعدها او تعمل للصورة كلها بجي بي جي وخلاص اصبحت عندك الصورة بتاعها اخدر تقدر ان انت تستخدمها بقى سواء في برامج المونتاج او في برامج الفوتوشوب بكده آآ احنا قدرنا نشرح اهم الاضافات اللي اضافت في الفوتوشوب الفين تاتة وعشرين نسخة اربعة وعشرين ونصف يا ريت لو عندكم اي اسئلة ممكن تسألوها ونجاوب عليها ان شاء الله بس ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب فعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر